مدرسة اونلاين. ابداء العزاء طلبة الصف الثالث الاعداد الشهادة الاعدادية. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة اونلاين. اليوم هنقش مع بعض اللي هي انتايتل ميكينج زا رايت اتشويسز. خلي بالنا من التايتل ميكينج زا رايت اتشويسز. احنا عارفين ان عندنا ذير باسمه يعني اختار يعني الاختيار يعني معناها اتخاذ الاختيارات السليمة او يعني فيما معناه اتخاذ كرارات سليمة. وناخد بالنا ان بتيجي مع يعني يتخذ اختيار او يتخذ ايه كرار. نبدأ مع بعض الاول كده بالجرامر عشان عندنا مهم جدا في يونت اليفن. عايز افكركم حاجة خدناها في تاني. خدنا ده لساسمه نفتكر كده مع بعض سيرتينتي اللي هو التأكد. انت ان سيرتينتي وعدم التأكد. طيب احنا كنا لما بنعبر عن تأكدنا من شيء كنا بنستخدم مست بي. او كانت بي او ميت بي. وطبعا ندول كلهم كده بيدولوا على البرزنت. ناخد بالنا من الموضوع ده جدا. مست بي. كانت بي. ميت بي. بنستخدمه يعني بتكلم بيون في على التأكد وعدم التأكد في المضارب. وما ننسيش كنا بنقول صور لي MC انا متأكد كانت بي اي ما اكون متأكد بس ايه ان شيء مش حقيقي او في النافي. من اي بقى لما يكون ايه مش متأكد. احنا افتكرنا الدرس ده لان احنا عندنا اللي في مرتبط بي او لازم كنا نفتكر ده نتكلم بقى على ايه برضو اللي هو التأكد في الماضي ناخد بالنا بقى بالعبارات عندنا مست هاف مست هاف بلاس بي بي يبقى اول عبارة باستخدمها مست هاف بلاس بي بي وات دو يوز مست هاف فور يعني باستخدمها امتى مست هاف دي وين اي ام شور ذات سامسينج هابند وين ام شور ذات سامسينج هابند ان ذا باست يعني ما اكون متأكد ان حاجة حصلت في ايه في الماضي زي مسلا ما اقول ايه عمر مست هاف باست زي اجزامز ام شور هي ديد ويل طيب نفهم كده مع بعض الجملة دي عمر مست هاف باست دا اجزامز يعني بقول اكيد عمر نجح في الامتحاد ليه ام شور هي ديد ويل انا متأكد انه حل كويس فبناء عليه ام شور ذات هي ايه هي مست هاف باست زي اجزامز يعني انا هنا متأكد ذات سامسينج هابند ان حاجة حصلت طيب برضو عندنا بقى عبارة تانية اللي هي كانت هاف بلاس بي بي اللي هي معناها ايه بقى ام شور بط ان دا نيجاتيف يعني باستخدمها لما كون متأكد بس في النفي زي ما اقول مثلا يو ناخد بالنا بالجملة دي كانت هاف سين يو كانت هاف سين علي يستردي يعني بقول له واحد انت مش ممكن خلي بالك مش ممكن تكون شفت علي مبارح ليه هي از ان باريس يعني هو في باريس يبقى ازاي انت شفته يعني معناها ام شور انا متأكد اه بس ان حاجة ايه ما حصلتش يبقى كانت هاف بلاس بي بي يبقى الوقت عرفنا ماست هاف وكانت هاف طيب عندنا بعد كده بقى مايت هاف مايت هاف بلاس بي بي طب بنستخدم مايت هاف دي بقى امتى وين ام نوت شور لما كون مش متأكد ام نوت شور ام نوت شور ان انا مش متأكد او اقول ميبي اه حسام وينت تول اكسل يعني ربما يكون حسام راح للاكسل يعني معناها ام نوت شور ان انا مش متأكد او كل الحالات دي ممكن يستخدم بدلها ميت هاف بلاس ايه بي بي زي ما نقول مسلا اه جانا مسلا ميت هاف ترافلد ابرود يعني ايه بقول جانا خلني بقى من التكوين ميت هاف وترافلد الو البي بي مايت هاف ترافلد ابرود وبعدين اقول ايه ام نوت شور يعني انا مش متأكد من الانفرميشن دي او انا مش متأكد من المعلومة دي يبقى جانا ميت هاف ترافلد ابرود يعني معناها بقول احتمال تكون جانا سفرت الى اه الخارج ترافلد ابرود عندنا برضو في حاجة تانية في الجرابة انا بنستخدمها ناخد بالنا يعني ما يكون حد عمل شيء في الماضي بس زي ما احنا بنقول يعني ايه عمل الشيء ده بطريقة مش مزبوطة فانت بتعمل حاجة اسمها يعني ايه بتعمل توصية في الماضي يعني بتقوله كان المفروض انك تعمل الشيء ده في الماضي بطريقة معينة او بتعمل زي ما احنا بقوله كده ممكن نقول عليها ايه نصيحة في الماضي او نقول عليها الاسم برضو اللي موجود عندنا يعني ايه بقى او يعني توصيات في الماضي طيب احنا ممكن نفتكر كده حاجة احنا كلنا عارفنا لما انت بتنسح شخص ممكن تقوله ايه ودرسناها طبعا في الفرس التاني في التاني ما قلت بقوله يو شود مسلا جوتو زي دكتور يو شود انت سموك اي ادفايز يو تو اه مسلا دو سبارت يو ويت بتر افاي وير يو اي ود اقولنا طرق كتير جدا يعني عندنا شود وشود انت بس بيجي بعدهم الانفينيتف ناخد بالنا بالموضوع ده لما نكون بنعمل نصيحة في المضارع بستخدم شود بلاس انفينيتف او شود انت بلاس طيب احنا دلوقتي انا نتكلم على ايه على الماضي اللي هو باست ريكمنديشنز استخدم ايه برضو شود والمصدر لأ باستخدم شود اور شود انت طيب وبعديها بجيب هاف بلاس بي بي يا خبالنا جدا عشان انا دايما عايز الطلبة تحفظ التكوين احنا من شوية عارفنا مصد هاف بلاس بي بي كانت هاف بلاس بي بي ما يتهاف بلاس بي بي دي بنستخدمه الايه للسرتينتي والانسرتينتي التأكد وعدم التأكد ومش عايزين نعمل كونفيوشن او لغبطة بين النصيحة في الماضي وبين التأكد وعدم التأكد نصيحة يعني انا بقالوهم شخص على تصرف في الماضي او بقول لشخص ان انت كان المفروض تعمل شيء معين في الماضي يبقى معنى الجملة بيحمل معنى الايه الادفايز او النصيحة او التوصية فباستخدم شود او شودن بلاس هاف بلاس بي بي اما اجاقول لشخص مسلا يو شود هاف هارد طيب يعني ايه بقى بقول لشخص كان المفروض تذاكر كويس يو شود هاف ستاديد هارد اكيد يعني انا بقول الجملة دي المين ساموان هو واحد مذاكرش كويس فانا بقول له ايه يو شود هاف ستاديد هارد يو شود هاف ستاديد هارد طيب شود انت اف ساموان فور اجزامبل اسموكد اسيجارت اف لو صديق ليك مسلا شرب سجاير في اه طبعا في الماضي فتا ما فوت تقول له ايه بقى يو شودن ناخد بالنا جدا هاف اسموكد اه سجارت يستردي هنا بقى اعمل ايه بقى بنعمل حاجة اسمها ايه بليمينج باللوم شخص بليمينج او باست ريكمينديشنز يعني بقول له التصرف ده ما كنتش المفروض تعمله يبقى شودن هاف بلاس بي بي اسموكد اسيجارت وطبعا الجملة في الايه في الماضي اللي هي فيها كلمة يستردي يستردي طيب عايزين بقى هتشوف مع بعض كده جمل ري ريت على الموضوعات اللي قناها اللي هي استخدام ماست هاف كانت هاف مايت هاف وايضا استخدام شود هاف وشودن هاف يعني مسلا لما يجي يقول امر امر از ارم ناخد بالنا بالجملة هيرتس طيب احنا هنا هنبدل حاجات بدل حاجات هي بروك ات عايزك تفتكر الفورم التكوين اللي بنستخدم فيه مايت اللي بنستخدم فيه مايت طيب في حاجة مهمة جيدة اللي لازم اعملها قبل ما احل الجملة اشوف بتاعها يعني زمن الجملة هو بيقول امر از ارمي هيرتس طيب نركز بقى على بروك قوي طبعا احنا عارفين ان بروك اللي هو التصييف التالي بتاع بريك يكسر يبقى معنى كده ان انا هستخدم في الماضي هو ده التفكير الصح ان انا فكر كده هستخدم في الماضي وما تنساش ان احنا في البداية عملنا على ميت ومست وكانت لما قلنا احنا لدرسناهم في الترمي الاول فدلوقتي طالما الجملة في الماضي يبقى انا هستخدم ميت هاف بلاس بي بي يبقى انا اقول ايه امرز ارم هيرتس تمام فبقول ايه بقى هي ناخد بانا بقى ميت هاف بروكن اللي هو البي بي او بتاع بريك اهو يبقى انا جبت ميت هاف بروك يبقى انا استنتجت او انا مش متأكد قوي اذا كان دراعه القصر ولا لا طب نشوف جملة تانية يعني واحد راح كل سمك في مطعم وبعدين بيقول بط اي وناخد بانا او من كلمة دي يعني يندم يعني ايه يندم وبرضه انا بنتكلم معنا كده من ناحية ان كلمة بيجي بعده ايه اي 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 او ممكن يجي بعد مفعول طيب يعني هو جرب السمك في المطعم بس هو ايه ندمان طب بيقول استخدم احنا لسه قيلين لما استخدم اولا برضو الجملة دي في الباضي يبقى انا هستخدم لان فيه طالب يجي يحلها يقول ايه بقى اي شود انت تراي لانه او متعود ان شود او شود انت بيستخدم بعد يوم الانفينيتف بس احنا قلنا ان احنا عندنا في دي بنتعلم استخدامات جديدة للايه للفيربز للافعال فبنستخدم شود وشود انت فين ان باست في الماضي ازاي قلنا بنجيب بعدها هاف بلاس بي بي هاف بلاس بي بي يبقى انا هنا هندم على اني جربت الاكل في المطعم ده فهقول ايه اي شود انت هاف ترايد اي شود انت هاف ايه ترايد زافيش اات زارسترا اما واحد بقول انا ما كنتش المفروض ااكل يعني سمك في المطعم ده وخلاص طبعا بقى مش هيقول لان احنا عبرنا عن الريجريت باستخدام ايه شودن وبالمناسبة اه اللي عايزين نعرف الفيرب ده ريجريت اما بيجي في الجملة ممكن يجيب بعده زي ما واحد يقول ايه اي ريجريتت اي ريجريتت اسموكينج يعني ايه انا ندمت على ان انا اه اه دخنت امس اي ريجريتت اسموكينج ايه يستردي طيب نشوف برضو جملة تانية عشان نتدرب اما حد يقول ام شور زات اي لفت زكيه ات هوم ويقول الساغنم هاف طيب نقيم الجملة بتاعتنا الاول قبل ما نفكر في الحل دايما نفكر في الجملة اللي عندك الاول بص لها كويس شوف الزمن بتاعها ما يعني ما حلش كده على طول لان انا لو استعجلت عندي حاجات في حاجات متشابهات فلازم ااخد بالي يعني انا عندي الجملة بتقول ام شور دات اي لفت اهي يبقى انا عندي شور دي مهمة جدا وفي نفس الوقت تعالي في الماضي طيب هو طالب مني استخدم هاف يعني انا عايز اعبر عن التأكد في الايه في الماضي وفي والكلام دي اعمله بايه باستخدم هاف على طول هتفتكر مصت هاف بلاس بي بي يبقى انا في حاجات يقول ايه اي مصت هاف leged زكي ات هوم اما واحد يقول انا متأكد اني نسيت المفتاح في البيت اي مصت هاف لفت زكي ات هوم يعني انا متأكد اني انا نسيت المفتاح في البيت يبقى انا استخدمتي هنا ايه مصت طيب نشوف الجملة دي ام نوت شور ام نوت شور وير احمد از برهابس ناخد بالنك هنا من الجملة هي از ان زا بارك بيقول استخدم ميت الجملة دي هتفتنة في حاجة مهمة جدا اني انا زي ما بقول لك لازم ابص للجملة كويس واشوف الزمن بتاعها الجملة بتقول ايه ام نوت شور انا مش متأكد وير احمد از ناخد بالنها من از برهابس هي از ان دا بارك وهدي فيربي تو بي از ان دا بريزن طب ان كل هنا عارفين ان از بتدل على طب هو دولتها عايزنا نستخدم ميت يبقى هل بقى هاستخدم ميت هاف بلاس بي بي اللي هي كنا بنقول بتدل على ايه دي بتدل على الماضي طب انا الجملة اللي عندي مش ماضي يبقى هنا هنستخدم ميت في الايه في البرزن وعندي في الجملة ايه فيربي تو بي يبقى هستخدم ميت بي يبقى اقول احمد يبقى الجملة هتبقى حلها كده احمد احمد ميت بي ان زا بار يعني معناها ام نوت شور انا مش متأكد فبقول احمد ميت بي طب ليه عملتها ميت بي علشان كان عندي في الجملة فيربي تو بي طب في حد يقولي هو مستر يعني لازم ميت يجي بعدها بي طبعا لا ممكن ميت يجي بعدها فيربي عادي في الانفينيتف يعني ميت جو ميت هيلب ميت وير ميت رافل انما باستخدم بي امتى لما يكون الجملة فيها فيربي تو بي لما يكون الجملة فيها فيربي تو بي طيب اتس بوسيبل ذات او اتس نوت بوسيبل اتس نوت بوسيبل ذات اما قوله واحد مش ممكن يو سو رودينا يستردي يعني بقوله واحد انت مش ممكن تكون شوفت رودينا مبارح شي از ان لندن رودينا موجودة في لندن طب عايز نستخدم مين استخدم كانت نفكر تاني احنا عندنا الجملة اتس نوت بوسيبل ذات يو سو اهم حاجة الفيربي ده اللي هو سوه لان سو ده بيعرفني ان الجملة في الماضي طيب هو عايز نستخدم كانت في الماضي لان في طلب ممكن يقولك هستخدم كانت والمصدر عشان هو متعود بين زمان ان باستخدم كان وكانت بلاس اللي هو بتعبر عن الاستطاعة لكن احنا هنا بنعبر عن الايه عن الايه عن السرتينتي التأكد والتأكد فين في الماضي باستخدام كانت وطبع احنا عارفين كانت اما باستخدامها في الماضي للتعبير عن التأكد بتباس ما ايه كانت هاف بلاس بي بي ودي معناها ايه انا متأكد اه بس ان الشيء ما حصلش يبقى انا لما اجا اقول للشخص اقول له ايه يو كانت هاف سين يو كانت هاف سين رودينة يستردي يعني فيما معناها بقول له مش ممكن تكون شفت رودينة مبارح يعني معناها ايه ام شور ذات يو ديدن تسين رودينة ام شور ذات يو ديدن تسين رودينة انا متأكد ان انت ما شفتش رودينة ليه بقى بيكوز شي از ان ايه ايه لندن لان هي انا عارف ان هي في لندن فاستحالة تكون شفتها فلما كن بقول على شيء ان هو ديدن تهابن اند ام شور ومتأكد انا من كده ان هو ما حصلش بستخدم كانت هاف بلاس آآ بي بي طيب لما برضو جي لجملة يقول اي ديدن ت ريد وحب بقول انا ما اردش دخل يحل الامتحان كده فما اراش الاسئلة وطبعا ده غلط يعني قبل ما اجاوب لازم اقرأ كويس زي اجزام انما لما ما اراش الاسئلة ممكن اعمل حاجات كتير غلط طيب فانا بقى عايز اقول له ايه ده استخدم شد اولا هو بتكلم على او موقف يعني حصل في الايه في الماضي الدليل هو بيقول ايه اي ديدن تريد اي ديدن يعني بيدل على الماضي اي ديدن تريد اول ذا كويس شنز اي دا باست بفور انسان انج دا اجزام قبل ما اجاوب لامتحان ما قرأتش الاسئلة فانا هنا هعمل ايه اي بليم هم الومه او اي جيف هم باست او اقول له عن توصية كان المفروض يعملها في الماضي فاقول له يو شد هاف رد وناخد بالنا بنقول رد لان هي التصريف التالت اه اه بيبقى زي المضارع لكن بتاعها يو شود هاف رد ايه زي كويس شنز يعني ما اقول له كان المفروض تقرأ الامس ايه لها طبعا بيفور بقى انسان انج دا ايه زي اجزام يبقى احنا كده عملنا على جميع النقط اللي قلناها لها مست هاف كانت هاف ميت هاف وايضا على استخدام او شود انت هاف بلس اه ايه دي طيب لو من الحاجات اللي موجودة عندنا في اليونت هنا اه طبعا احنا عارفين المواقف واحنا طبعا بيجي لنا سؤال اه نمبر سؤال التاني في الامتحان بيكون سؤال المواقف احنا تعودنا عليها بقى من الترم الاول طبعا احنا في اليونت تن اليونت اللي فاتت درسنا اتعلمنا ازاي نعمل محادسة مع اه اه الموظف في التزاكر وهكذا في اليونت دي بقى عندنا تلات نقط رقم واحد واحنا يمكن كنا بنقولها من شوية كده في اللي هي ايه التوصية بتاعت الماضي امتى عايز تشوف او تقول لي شخص على شيء كان المفروض تعمله تقول له اي تينك اي تينك يو شود هاف وطبعا بتجيب بعدها البي بي يبقى ده اول طريقة لو انت بتلوم شخص على تصرف في الماضي تقول له اعتقد ان انت المفروض كانت تعمل كزا حد ما زاكرش اقول له اي تينك يو شود هاف حد ما لحقش الكتار لانه مسلا اتاخر اي تينك يو شود هاف اه مسلا كم ايرلي اي تينك يو شود هاف كم ايرلي طيب او اقول له يو شود انت هاف يو شود انت هاف بلاس بي بي وطبعا هي تعتبر نفس فكرة الايه الجرامر يعني احنا عندنا في الدرس ده يعتبر هو هو نفسه او هو هو نفسه موضوع او المواقف يبقى اي تينك يو شود هاف بلاس بي بي او يو شود انت هاف بلاس بي بي طيب في حاجة بقى عندنا اسمها اكس بلينج اكس بلينج اكس بلينج اتشويس يعني تبرير تصرف انا تصرفت في الماضي طيب وشخص معيلمني انا عايز اوضح لو انا عملت كده ليه اقول له ايه اي وزنت انتريست اقول له السنة ما كنتش مهتم يعني مسلا لو واحد صاحبك بيقول لك ايه 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 دي دلينت واونتو للم submitted وطمع بييجي بعدها دي اسمها التفسير بتاع الاختيار اي او اي اي ريلي ددن واونتو اه بكده ابنال عزاء نكون نقشنا الجرامر بتاء line with rsb. الان شاء الله الحلقة القادمة هنعمل على yea on 10. هنجيب معنا تدريبات كتير نعملها سواء او الديالوج او الانسي توييشنز. اشتركوا في القناة او الانسي توييشن. اشتركوا في القناة او الانسي. ومعنا اشتركوا في القناة.